جاء العيد يا فرحة بالعيد جاء والله أجزل بالعطاء ذهب الضام شهر الدعاء يا فرحة بالعيد جاء عيد المحبة والتمسام من مسلم يدعو لمسلم وقلوبنا لله تسلم والأرض تفرح والسماد المحبة والتمسام من مسلم يدعو لمسلم وقلوبنا لله تسلم يا فرحة بالعيد جاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام كل عام حضراتكم جميعا بخير وتقبل الله مننا ومنكم صالح الأعمال عيد مبارك ربنا يا ربي اكتبنا عيدكم من المقبولين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا وعليكم رمضان أياما عديدة أبي بستام شيخنا الحبيبي مرحبا رضي الله عنكم شيخنا حبيبي الله يحفظك شيخنا حياكم الله سبحانه إذا ما تذكرت الشيخ محمد تذكرت ابتساماته العطرة يعني رضي الله عنك سيدنا أضحوك البسام رضي الله عنك شيخنا في حديث جارير بن عبد الله البجلي نعم قال ما رأاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم صلى الله عليه وسلم وكذلك يعني هو القائل أيضا صلى الله عليه وسلم وتبسمك في وجه أخيك صدق صلى الله عليه وسلم هذه صدقات بتوزعها على الناس بدون عناق ما شاء الله اللهم ايه نعم حك قلت الضحوك البساب ايه وسمعتها من أحد الدعاء الضحوك القتال ايه هل هذا الحديث أنا قلت بأخمه الوخالفة بس اي دعم القتال هذه صحيح لا لا صحيح ليس صحيح الحديث ليس صحيح اه سبحان الله ودي من جمال دننا يعني ايه صحيح ايه لأننا رأيت أحد الدعاء يقولها الضحوك القتال فهوى الشيخ محمد يؤكد أن الحديث ليس صحيح ليس صحيح ليس ضعيف نعم بل كان النبي صلى الله عليه وسلم الشيخنا الحبيب ينهى أصحابه حتى في الحروب صحيح لا تقتلوا شيخا كبيرا لا تقتلوا طفلا لا تقتلوا مرأة نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والذرية نعم عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم حتى يعني هذا قلاف الغزوة عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ولما رأى مرأة مقتولة قال سبحان الله من قتل هذه ما كانت هذه لتقاتل هذا من هديه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم جميل جدا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة سبحان الله لم تكن في حسبان الحلقة والله لكن تصحيح الجملة لا تقول الضحوك القتال لم يكن قتالا صلى الله عليه وسلم وإنما كان بساما كما أخبر الشيخ محمد وهذا هو الذي صحى عنه عليه الصلاة والسلام شيخنا الحبيب حق بتتكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ودائما الشيخ محمد مصطفى أو بيستام ما يتحفنا بالحديث عن حديث رسول الله طبعا سيرا على دربي علماء الحديث نص الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم شيخنا الحبيب وأن يجعلنا مننا تعلم من فضيلاتكم الله يحفظكم شيخنا التزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والتزام بغرس النبي عليه الصلاة والحديث عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام حديث مهم جدا جدا وفضلتك أفردت له مجموعة من الحلقات في برنامج هذه دعوتنا في شهر رمضان كيف ترى شيخنا الحبيب تعظيم الاتباع وتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وطبعا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه الله عز وجل يقول في كتابه الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوب حتى أن العلماء يسمون هذه الآية هي آية الامتحاد هذا هو المحك إن كنتم تحبون الله ولا غروا طبعا فأل أغلب الناس أدعياء أغلب الناس أدعياء لكن هذا هو المحك الحقيقي إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إن كنت فعلا مقتفيا لأثره فالزم غرزه عليه الصلاة والسلام ففيه النجاب نعم هذه كما قلنا مكمن النجاة كلها أن الإنسان يأتي خلف النبي عليه الصلاة والسلام فإن بغي الإنسان أن يكون مقتفيا لأثره فكما قلنا آنفا لو جاء الناس من كل حدب وصوب غير أنهم أخطأوا غرز النبي عليه الصلاة والسلام ما أفلحوا ولا نجحوا فمكمن النجاة تكون في هديه وفي لزوم غرزه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طبعا الصحابة رضي الله وكان النبي صلى الله عليه وآله 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 و وبذر الخير هذا في قلوبه وفي نفوس أصحابه نعم فكان هذا من هديه عليه الصلاة والسلام ولا بد الإنسان كما قلنا أن يكون متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا هذا هو النجاة كلها لذا ترى أن صحابه رضي الله كانوا يلزمون كلامه عليه الصلاة والسلام ضربوا أروع الأمثلة شبه حبيب هذا الاتفاع هذا هو يعني مثلا سيدنا عبد الله بن عمر لما حدث يوما أولاده بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أمت أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها نعم تمام فقام حمزة بن عبد الله بن عمر فقال والله لنمنعهن اتخذنه دغلا دغل والذريعة نعم عايزة تخرج فتقول لك إيه طب أنا أصلا راح الوحدة صحبتي يعني على أيامنا لكن زمان نعم المساجد عايزة أي ذريعة تقول لك أنا راح المسجد نعم شوف كانت القروب برضو متعلقة بالمساجد نعم لكن دلوقتي راح عند صحبتي نعم أصلا راح أجيبك كشاكيل راح أصلح الموبايل نعم في واحدة مستنياني في مثلا أن هجيبك كشاكيل هجيب المراجعات هجيب أي حاجة أي تاكئة يعني نعم فقال والله لنمنعهن يتخذنه دغلا فأمسك عبد الله بن عمر رضي الله عنه بحصيت وحصبه في وجه وقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله أو إذا استأذنت أمت أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها ثم أراك تقول لنمنعهن حصبه في وجه وقال لا أراك بعد اليوم سبحان الله وفعلا لم يدخل عليه حتى مات عبد الله بن عمر هذا إجلالا وإكبارا وإعظاما لكلام النبي عليه الصلاة والسلام وده الذي كان يميز هؤلاء الأخيار أن الواحد منهم طرم أن النبي قال أنت لا يسعك إلا أن تقول كما قال هؤلاء الأوائل سمعنا وأطعنا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسولي يحكم بينهم أن يقولوا هذا هو إبادها هذا من سيمة أهل الإيمان إنه إيه عندما يسمع النص سمعنا وأطعنا لا أن يقف في نحر النص وأن يعطل النص لكون هذا النص لا يوافق هواه بالضبط لأن الدين لم يأتي على أمزجة وعلى عقول الناس وهنا شيخنا الحبيب يعني يا ربنا سبحانه وتعالى في آية الكريمة قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما يشجر بينهم ثم وضع ربنا سبحانه وتعالى القيد عجيب جدا جدا قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يعني مش بس اتباع كمان لازم أكون متبع شيخنا الحبيب ولا يكون في صدر حرج تجاهز الاتباع صحيح وهذه طبعا الآية هذه لها موقف مع الزبير العوامي رضي الله عنه لما كان يسقي في شراج الحرة والحرة تعرف أنها عالية شبه نعم فكان له جار فقال له النبي عليه السلام إسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فقال هذا الرجل أن كان ابن عمتك وعشان ابن عمتك هتجمله سبحان الله سبحان الله فقال له عليه الصلاة والسلام للزبير إسقي يا زبير ثم أحبس الماء سبحان الله ثم نزلت هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى وداف حاجة التاف هي حاجة بسيطة ولكن أنا في شوق لأعرف القصة بقى عفتك بلتها يعني هل هذه روين تاهد بهذا الشكل لما بعد كي أن زبير سقى سقى سبحان الله لكن الشاهد إيه لكن الشاهد زي ما قلت أن الآية حتى لها موقف لكن الصحابة رضي الله عنه كانوا غاية في إجلال أقواله عليه الصلاة والسلام قال توضأوا مما مست النار فابن عباس قال يا أبا هريرة طبعا الحكم هذا كان في أول إسلام إن أي حد كل أكل أو شرب حاجة سخنة يتوضى نعم تمام فالمهم ابن عباس اعترض وقال يا أبا هريرة أتوضأ من شيء أجده في كتاب الله حلالا فقال له أبو هريرة يا ابن أخي وهذا هو الشاهد يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تضرب له الأمثال ابن عباس قال يا أبا هريرة أفلا أتوضأ من الحميم طبعا أنا بقى أجيب الماء السخنة وهتوضى بيها طب وبعدين هارجع أتوضى بماء سأع عشان أتوضيتم فابن أبا هريرة قال له هذا الكلام يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال حتى كذلك إن عبد الله النبي صلى الله عليه وآله 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 و وبعدين يحذفها أو يخذف بها هذه الطريقة محرامة محرام حتى وإن لم أقصد بها أحد لا حرام لأن النبي عسلم ذكر العلة نعم وطبعا نفس الحكم أو يأخذ نفس الحكم مسادس الخرز بتاع الأولاد سبحان الله النبلة بندقية الرش ما شابها ذلك أي شيء فيه خذف أو فيجيء قد يؤذي الإنسان هنا علة التحريم أيها جغلة النبي عسلم قالها نعم قال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدو نعم ولكن تفقأ العين وتكسر السن سبحان الله إيه أنت ما تعمل كده أنت مش هتيزم عدو ما تعمل كده صحيح و لن تصيد صيدا بها نعم ولكن قد تفقأ العين ممكن تعمل كده تجي في عين حد تفقأها صحيح أو تعمل كده تجي في أسنان واحد تكسرها نعم لذا نهى الشارع عن كل إيذاء حتى الإيذاء بالعين سبحان الله لا ينظر الإنسان إلى إنسان نظر الشزر نظر الشزر الشزر أنه نظر كده إيه له غضب أو فيه شيء من الحدة كما يظهروننا في الإعلام الآن يعني هؤلاء كما يقول بهذا الشكل العجيب هؤلاء من سقط المتاع يعني نعم هم لأسف يعني أي شيء يمس الدين وريدون إيه أن يقتحوا فيه أو به فالمهم عبدالله بن المغفل رأى ابن عم له وهو يخذفه بعد ذلك نعم بعدما حدثه بهذه الحديث قال لو أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف ثم أراك تخذفه بعدها والله لا كلمتك بعد اليوم نعم وفعلا عبدالله بن المغفل آطع ابن عم وده مدى الحياة ليه عشان خالف أمر فهم مش أصدوا أنه يخالف أمر النبي نعم واضح ده ما كانش أصلا أمر متصور عندهم أنهما يخالفوا أمر النبي أو يخالفوا أو يخالفوا كلام النبي ده أمر غير متصور بالمرة نعم لكن صيانة لجناب كلام النبي عليه الصلاة والسلام خاطعه واضح وطبعا لا يخفى على شريف علمك صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير لما نزلت هذه الآية على النبي عليه الصلاة والسلام جاء الصحابة حتى جثوا وبركوا على ركبهم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله حملنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والحج وجاءت التي لا نطيق لا نطيق هي إيه أنا وأنتم لأننا أجانب عن اللغة العربية نعم فاسمعنا الآية وعدت علينا فيش حاجة إيه المشكلة ما الذي ما لا نطيق خالص لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا كان الحكم في أول الإسلام إن أي واحد نفسه حدثته بأي شيء يتحاسب عليه حتى ولو ما عملهوش سبحان الله يعني لو أنني فكرت في المعصية فقط آثم بها سبحان الله وطبعا الحكم ده الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله أنه نسخت نعم الحمد لله والنسخ معناه الإزالة هذا مفضل الله علينا آآ طبعا 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 لأننا نفسنا مريضة صحيح يا رب يعقين هذا الحكم ده ما كان موجود دلوقتي نعم هذا كان صعب يا رب فالمهم الصحابة لأنهم عرب أقحاح يعلمون مراد الله تبارك وتعالى جاءوا حتى جثوا وبركوا على ركبهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله احملنا من أعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والحج وجاءت التي لا نطيق فتخيل كده لو كان الحكم ده موجود يعني دلوقتي مثلا لو واحد نفسه حدثته الدنيا مثلا الظروف ملطاشة معاه نفسه حدثته أنه هو يسرق يتحسب عليه سرقة وإلا ميسرق سبحان الله واحد تاني مثلا متضايق من واحد اغتابه أو أراد أن يغتابه ولأكلام يغتاب اي 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 هو نحسب عليه وزر لا يا شيخنا ده لو فكر نقتله فكر يتحسب عليه قتله وإلا ميقتل سبحان الله واحد ثالث ماشي في الشارع عجبته واحدة نفسه حدثته بالمعصية بالزنا حيسب عليه زنيا وإلا بيزنيا وهكذا فزي ملتلك لأن الصحابة فاهمين الكلام فاهمين معنى الآية وقالوا وجاءت التي لا نطيق إنها لا تحسب على الحاجة بمجرد ما فكر فيها نعم لذلك طبعا الحمد لله طبعا زي ملتلك الحكوم ده نسخ وهذا سيأتي معنى في عجز الآية وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل نعم الحمد لله فالصحابة جاءوا وقالوا يا رسول الله وجاءت التي لا نطيق فقال عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما زلت بها ألسنتهم أنزل الله عز وجل قوله وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون نعم الطاعة والتسليم ولا انقياد حدث التخفيف هذا هو لكن كما قلت لك لا أن يقف الإنسان في نحر النص لعشان كلام مش داخل دماغه ومش عاجبه نعم فأنزل الله عز وجل التخفيف وهو قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسع لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت يعني اللي أنت عملت بس هو اللي أنت تتحاسب عليه نعم واللي أنت ما عملتوش وحتى إن حدثتك نفسك به لن تحاسب عليه هذا هو مكمن العز مكمن العز يكون في التسليم لأمر الله والأمر الرسول وكما قلت لحضرتك هذا هو الفارق بيننا وبين القوم أنه كانوا يتلقون الأمر بكل تسليم سبحان الله لأن كل ما جاء عن حبيبك هو حبيب صلى الله عليه وسلم لأن أنت عبد أنت مطيع لأمر الله ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام وإن تطيعوه تهتدف تهتدف شعار قناة الندل شعار القناة طيب شيخنا الحبيب لأن الأسف في الوقت يتاهمنا أنا محتاج أيضا ألقي الضوء على نقطة مهمة وهي ظهر علينا شيخنا الحبيب في الأوينة الأخيرة من يقول تمام كلامكم ده جميل يا شيخ محمد وجزاكم الله خيرا وكلام ده لكن لا أنا سأكتفي بما جاء في القرآن الكريم ويكفي القرآن أما السنة ففيها نقص وفيها زيادة وفيها أنتوا بتقولوا في أحدث صحيحة وضعيفة وموضوعة فغلص خلي السنة على جنب وخليني يركز في القرآن الكريم أو من يسمون أنفسهم بالقرآنيين مثلا أنهم في الحقيقة ليسوا بقرآنيين فلو كانوا بقرآنيين لاتبعوا السنة التي أمر الله عز وجل بها في القرآن ماذا تقول فضيلتك لأمثال هؤلاء طبعا هذا الصنف أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال يوشك رجل متكئ على أريكاته يقول حسبنا كتابه فما فيه من حلال أحللناه وما فيه من حرام حرمناه والنبي عليه وسلم كلامه وسنة قسيمة للقرآن لأنه هو القائل صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه السنة وحي كما أن القرآن وحي هذا هو السنة ليست بمعزل عن القرآن وما ينطق عن الهواء إنه إلا وحي يوح صحيح ولذا حتى السلف كانوا يقولون أن السنة قاضية على القرآن والقرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن لأن السنة موضحة لما أجمل من كلام الله تبارك وتعالى يعني مثلا مقادير الزكاة عدد الصلاوات إلى آخر ذلك كيف نعرف ذلك كيف أن الإنسان يعني يتحبب إلى ربه سبحانه وتعالى إلا بهدي النبي وبكلام النبي وإن إحنا نعرف كيف كان النبي كيف كان يصلي كيف كان يتعبن كيف كانت حياته عليه الصلاة والسلام لابد الإنسان كما قلنا أن يستقي من هذا الشر ومن هذا النبع الصافي له عليه الصلاة والسلام لأن كما قال أيضا أحد السلف أن السنة كسفينة نوح نعم من راكب فيها نجا نعم طيب ومن تخلف عنها لابد أنه سيهلة صحيح فلابد الإنسان أن يكون مسلما لأمر الله ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام بأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء لماذا أرسل النبي لكي يوضح مراد الله تبارك وتعالى مننا إحنا بنتعبد إلى الله تبارك وتعالى بالقرآن طيب القرآن فيه أشياء كثيرة مجملة نعم يعني عدد الصلوات وأقيم الصلاة كيف تكون إقامة الصلاة طيب كيف عدد الركعات ولما جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأثباره بموقيت الصلاة وعدد الصلاة قال ما بين هذين صلاة طيب القرآن طيب مقادير الزكاة طيب الحد كيف نحج فلا شك طبعا أن هؤلاء الذين هم كما قلت عليكم سقط المتاع فهؤلاء يحسبون أنهم بمقالة عرجاء في صحيفة أو في قناة مقعدة أنهم بذلك يهدمون دينا عظيما في قلوب أربابه ولكن ما هم إلا ككف طفل يراد له إخفاء القمر ليلة بدوره أو كوب من الماء يسكب لإخماد وهج الشمس عند ظهوره والله متم نوره ولو كره الكافرون الله عز وجل حافظ دينه وناصر نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مهما أراد هؤلاء المبغضون وهؤلاء المقردون صلى الله على نبينا وسلم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم شيخنا الحبيب ومشاهدنا الكرام في كل مكان ممن سار على دربه صلى الله عليه وسلم واتبع سنته وعظم سنته وعمل على حجية سنته صلى الله عليه وسلم اللهم أمين حقيقة يعني كل شكر وتقدير لحقك سيدنا على هذه الكلمات الماتعة والمهمة ولتي جاءت تأصلية في الحقيقة محتاجين لها سيدنا في كل وقت يعني بنسلمكم يا دكتور اللهم أمين كل عام حق بخير يا شكرا حق باتهم صحوا عفية ومشاهدين الكرام اللهم أمين مشاهدين الكرام بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة على أن نلقاكم في لقاءات أخرى متجددة بإذن الله سبحانه وتعالى سأرين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم إخلاصا وتوفيقا وقبولا وسدادا اللهم أمين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته جاء العيد يا فرحة بالعيد جاء والله أجزل بالعطاء ذهب الضام شهر الدعاء يا فرحة بالعيد جاء عيد المحبة والتمسل بالمسلم يدعو لمسلم وقلوبنا لله تسلم والأرض تفرح والسماد والمحبة والتمسل بالمسلم يدعو لمسلم وقلوبنا لله تسلم يا فرحة بالعيد جاء